هؤلاء الناس قاعدين كتابي إنشائيين زين يعني مو عملين مو واقعيين شو العلاقة الواقعية شو تقول أقول الواقعية اليوم العراق صح مر بتجربة قاسية جدا و النظام السياسي متخبط فاقد للبوصلة و ليس لديه قرار و ليس لديه قدرة على صنع قرار اليوم النظام السياسي العراقي مطالب باستثمار هذه الفرص نحن نتحدث أكو فرص أمامنا مثل ما نتحدث عن فرص اقتصادية كبيرة داخل العراق أيضا أكو فرص سياسية كبيرة داخل العراق أنا من أباوع للمنطقة الآن أشوف النفوذ بيقترب يعني الآن النفوذ العلاقات الإسرائيلية بالخليج وصلت لعمان عمان سلطنة عمان هي مقابل إيران يعني تعبر ماكو كلمترات بسيطة صحيح الإيرانيين ما عدتهم اعتراض على هذه العلاقة وهم عدتهم علاقة مع عمان جدا منتازة صحيح العملية لازم تدرس بشكل واقعي مثل ما هي يعني الدول اللي عدتها تتشتغل بنفوذ وإيران أيضا تتشتغل بنفوذ وصلت للبحر المتوسط ووصلت لليبيا أيضا هذا نفوذ معاكس والنفوذين مشتغلات بدون حرب المشكلة إحنا صايرين للطامة مع الحرب إحنا اللي دن نخلق الحرب من مخنا ماكو يعني نخلق حرب وهمية حرب غير واقع للإيرانيين يحاربون الإسرائيليين والإسرائيليين يحاربون الإيرانيين إحنا للطامة صايرين بالنص إحنا المفروض العراق الآن والسياسة العراقين يجون قعدون يفكرون أوكي أنا مارد أنت من المحور الإسرائي